اشتركوا في القناة ودوري ابطال افريقيا وحسب مكشفته اذاعة راديو مارس فقد تم احتجاز بعتة الفارقين في مطار لاقوس بنجيريا لأسباب غير معروفة حيث وصل مماثلاء الكرة الوطنية قبل ساعات من يومه الجمعة ليواجه صعوبات فور وصولهما واضح المصدر ذاته ان سبب الاحتجاز راجع للتأشيرات في وقت غادر فيه نادي نهضة بركان المطار بعد ساعات طويلة في حين لازل تبعتة الويداد محتجزة ويواجه الويداد الرياضية مضيفه ريفيرز يونايتد النيجيري بعد غادن الاحد على ارضية ملعب ادوكي اميسي ماكا في تمام الساعة الرابعة عصرا لحساب ذهاب دورة تاني وتلاتين من دوري ابطال افريقيا وبالمقابل يلاقي نهضة بركان نظيره النيجيري كورا يونايتد في نفس اليوم بملعب مبولاجي انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا برسم دهاب دورة تاني وتلاتين من كأس الكونفيدرالية الافريقية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء